المنتخب الوطني ليس بشيء مقدس غير قابل للنقد المنتخب الوطني ملك للجميع وإن كنت مشجعا أو كنت صحفيا فمن حقي أن أتحدث عنه النقاش ليس تشويش سنتحدث عن درزاق حمد الله سمحوا لي قال لك ورجل لا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعقله نقطة واحد ما يجي زايد علينا لا هذا عاطينا شي حاجة ولا الأخر عاطينا شي حاجة واللي عاطي شي حاجة يجي ديها قد لا تجد لك مكانا في المنتخب الوطني لكن والله صدقوني يا جماهير لو لم يرتدوا قميص هذا النادي الأوروبي أو ذاك لا مكانا في المنتخب خليونا من هذه الهدفة مقارنة لا تجوز إن كان عنصر وخي يكونك يلعب في دوري الياباني ولا الكوري ويجي يقدم الإضافة للمنتخب الوطني ما رحبك لا أدافع عن أحد ولكن مسألة مسألة ما بدأ تحية أيها الأوفياء حينما كنتم نطل عليكم من جديد لنتحدث وإياكم عن خلاصات مستقات من معسكر المنتخب الوطني في الديار الإسبانية بمبارتين وديتين استعدادا لكاس العالم قطر ألفين واثنين وعشرين بعد فوز على تشيلي وتعادل مع مع الباراكواي هناك للأسف يعني أضطر للحديث أنه البعض من الجماهير يعني يقدموا الانتقادات لماذا تتحدثون في حديثكم تشويش على المنتخب الوطني إلى غير ذلك ربما حتى يعني هذه الفكرة شهدناها في حديث وليد الرقراقي في الندوة الصحفية حين قال بأن هناك صحفيين كنت أتوقع من أنهم يعني ما معناه من الكبار ولكن حوروا كلامي أو أعطوه تفسيرات غير التي قصد وأعتقد بأنهم يعلمون ويفقهون في حديثي حين أتحدث بالدارجة أمور كثيرة جدا قالها لا أريد أن أتوقف وإن كنت أعلم من يقصد بهذا الحديث ولكن لا الجماهير ولا المدرب ولا الجامعة ولا وزير الإعلام ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان أي أن كان شخص في المسؤولية أو في الحياة الطبيعية لابد من تقبل النقد لابد من الاستماع لخطابات متعددة أنا مش ناصح هنا زعا ما كنقدم النصائح لا سمح الله ولكن أنا كنقول الجماهير اللي كنت هدر بهذه الطريقة أنه طيب ما الذي أدى إلى الإسراع بإقالة وحيد خالي لوزتش والمجيء بوليد الرقراكي ما الذي أدى بإقالة إيرفيرونار ومن قبله إيريك غيرت ومن قبله المدرب فولان إلى غير ذلك ما الذي أدى إلى المنادات على هذا اللاعب أو ذاك أمور كثيرة جدا تكون تحت ضغط جماهيري وضغط الشارع إلى غير ذلك لا أقول أننا دائما كصحافة وإعلام على حق ولا أقول دائما بأن الجماهير على حق ولكن هذه وجهات نظر تناقش هناك من يقتنع وهناك من لن يقتنع هناك من يرحب وهناك من يربط هذه الفكرة وبالتالي لا تكونوا إقصائيين ثقافة الإقصاء يعني ثقافة مرة ما عنداش طعم ما عنداش لون ما عنداش رائحة استمعوا لمجموعة من الخطابات لمجموعة من الأفكار واليوم الجمهور حين يتحدث لا تحدث عن الجماهير التي تطالبنا بالصمت ولكن الجمهور حين يتحدث الصحافة حين تتحدث بأغلبهم طبعا هنا يهم مصلحة الكرة الوطنية قبل كل اعتبار مصلحة المنتخب الوطني أنا آسف على هذه البداية ولكن هي رسالة لا بد من توجيهها إلا أنه هذه الحناجر وهذه الأقلام خاصة ممتهنين الإعلام من حقهم أن يتحدثوا عن المنتخب الوطني المنتخب الوطني ليس بشيء مقدس غير قابل للنقد وغير قابل للنقاش فيه بالعكس المنتخب الوطني ملك للجميع وإن كنت مشجعا أو كنت صحفيا فمن حقي أن أتحدث عنه وأتحدث عنه لما فيه مصلحة المنتخب لا أتحدث عن نفسي أنا ولكن هناك أصوات تتحدث وتقول بأنه لا لا ما تهدروا ما تشوشوش النقاش ليس تشويش الحصول على العثارات وعلى الأخطاء والحديث عنها أو كشفها ماشي تشويش بالعكس بالعكس المدرب عليه أن ينصت لي كل الأصوات أن يكون لديه خاطر واسع وقشابة واسعة كما نقوله ويستمع أراد أن يأخذ بنصيحة البعض فليأخذ لم يرد فهذا حقه بالعكس نحن كل نستمتعنا مع وليد الدقراغي في مجموعة من المحطات في مسيرته الكروية أنا والله أمبر بينه وبينه غير الخير الحمد لله كان عرف السيد من سنوات يمكن تقريبا تسع سنين فمعناش لا سمح الله يعني نوايا مبيتة لوليد أو غير ذلك ولكن سنتحدث عن المنتخب الوطني سنتحدث عن عند رزاق حمد الله سمحوا لي ونهضروا عليه ما شي مشكل حيث ليس من المحرمات تهدر على حمد الله وما كتشويش على المنتخب الوطني اللي أهدرت عليه ما علينا نهضروا على أنصيري بلا تنمر بلا احتقار لا سمح الله بالعكس سنتحدث بالمنطق والمعقول وسنقول ما يمكن أن يقال في حق هذا اللاعب وأنا توحد ما يزايد عليه في أنصير أنا أنصيري دوسته في بطولتنا باقي صغير في نجوم الأكاديمية كان عندنا تقرير حول أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ولازلت أحتفظ بالروبورتاج وكنا كنتبعوا هذه الجنراسيون كاملة اللي كانت إبانا فترة ناصر لارغيت في أكاديمية محمد السادس ومنهم منصيري ومنهم منديل ومنهم العملود منهم آخرون يعني الزيبرا ومنهم عدد من الأسماء اللي كتلعب اليوم وتبعناهم وهم صغار وحفزناهم وشافوهم أهليهم وعجبهم الحال وقلنا هذا يلقبونه هكذا وهذا بلتولي وهذا الزيبرا وهذا دعما للكرة الوطنية وللنشأ لنكت واحد ما يجي زايد علينا ما علينا هذه المقدمة كان لابد من التطرق لها والحديث لأنه بعض الأحيان مش مسألة إنه الإنسان ضروا خاطره ولكن لا بالعكس قال لك ورجل لا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعقله الإنساني لما كان عارشي حاجة وفقط أنه يريد الحديث أو الانتقاد أو أنا موجود لا ممكن أنه نوضحه بعض الأفكار وهذا هو يعني الهدف الأسماء إحنا ما بغيناش نريبه ولا بغينا نسوقه لهذا ولا نجيبه هذا ونصيفه هذاك إحنا الحمد للنطخ معنا محايدين معنا تاشي مصلحة مع تاشي شخص وهؤلاء إن دافعنا عن البعض كندافع عليهم لأنه كتمنى المصلحة دي المنتخب الوطني وإلا انتقدنا البعض كنتقدهم لتصحيح الأخطاء أما لها دا عاطينا شي حاجة وللآخر عاطينا شي حاجة واللي عاطي شي حاجة يجي ديها على العموم أنا آسف أني بديت هذه البدية ولكن في محصلة ما قدمه المنتخب الوطني أمام تشيلي شاهدتهم كان هناك أداء إيجابي كانت صورة مغيرة تماما قلنا إجماع من الصحفيين على أن الروح قد عادت إجماع من الجميع على أن هناك عناصر كانت تلعب بشكل أساسي ولم يكن لها مقعد حتى في مقعد البودلاء وهناك خيارات بشرية شيدة هناك مستوى فني عالي مع تشيلي اليوم جينا مع البراجواي أنا لا يهمني الانتصار بسداسية ولا خماسية ولا رباعية ولا سباعية حتى أنا كهمني الأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني مستوى الانسجام الحاصل أن أطمئن على حراسة المرمى مع الحارس الأساسي ياسين بونو لأنه يمر بمرحلة صعبة في بداية الليجة الإسبانية مع ناديه إشبيلي الفرقة كاملة ممق العاش لا دفاع لا وسط لا هجوم والمسؤولية كبرت على ياسين بونو ولكن الحمد لله ياسين من مباراة لمباراة يعني لا مع تشيلي لا اليوم مع البراجواي حافظ على نظافة شباكه وبإذن الله بإذن الله يا ربي أمين ليش اللي حافظ على نظافة شباكه في قطر ياسين كان متألق متعملق نرجع للتشكيل اللي خاضت لقاء البراجواي كان تغييرين من طرف وليد الرقراقي نصيري وأملاح ومشاركة لاعب مايي وأيضا أمين حارث كأساسي كما قال وليد لعب بجوج عشرة داخل وسط الميدان ولكن كان هناك الشتات في الشوط الأول منتخب الوطني عجبني الحال وغادي ندخلك في مقارنة ربما إن صحت المقارنة يقولوا لي شكرا ما صحتش عاتبوني المقارنة فيها ريال مدريد حين كان يلاعب نادي برشلونة كان يعطي الكرة للبارسا بزز منه وكان لعبين كبار في البرسا ولكن ديك ساعة واخاكة كان ريال مدريد يعني مع مورينيو مع أنشلوتي وحتى بداية زيدان مع الفريق يمنح برشلونة الفرصة استلام الكرة التهديد وكان يأتي هدف مبكر من برشلونة فيضيع الريال في محاولة التدارك أنشلت المنتخب الوطني كان يعطي الفرصة بكل صراحة كان يعطي الفرصة مع وحيد خليلوزتش للخصو حتى مع رونار في بعض الأحيان ولكن رونار كان يهموا الاستحوال على الكرة كان يعجبوا للفرقة دياله وتدور كرة ويلعب على المرتدات وحقق فيهم نتائج بغي نقول لك رهنا واستثمر عديد من الكرات الثابتة كان عنده استراتيجية كان عنده نظرة لإمكانية اللاعبين اليوم مع وليد كنشوف أنه المغامرة كيخدها المنتخب الوطني أنه التكتل الدفاعي كيكون عند الخصم ما كيكونش عندنا حماية إحنا كنكون وإحنا المبادرين امتلاك الكرة جيد ولكن كمبارات الباراقوية على الأقل شفنا بزاف ديال التمريرات الخاطئة شفنا خطأ في التمرير وشفنا في نفس الوقت أنه يعني اللعب بوسط ميدان بأكثر من صانع لعب اليوم ما شفنا مثلا بوفال وحارث ومعاهم كيعونهم أيضا حكيم زياش ولكن ما كانتش الخواتيم يعني من مسكن وعنبر ما كانش اللي يقدر ينهي الهجمات كنا كانعانيو كانوصلو وخا حاولنا التسديد كانحاولو نخدمو الأظهرة بشكل جيد وإن عندي ملاحظات على على مستوى حكيمي حكيمي شوية ماشي حكيمي اللي كانعرف بكل صراحة حتى يعني على مستوى نادي باريس سان جرمان ما نقوله مر مرة بفترات رقي في المستوى وفترات أخرى كان فيها انخفاض في مستوى ولكن مع المنتخب الوطني حتى أيام واحد خليله زج ممكن شي علامات تفهم تطرح ولكن كتبقى ديك الخبرة والموهبة التي لدى الفتاة الذهبي ديالنا ما غاديش نقوله أنه لم يقدم شيء الكثير في المباريات لا تشيلي ولا ولا الباركواي ولكن بإمكانه تقديم ما هو أفضل حكيم زياش هو الآخر ما نقدرش نحكم عليه لأنه العودة للمنتخب بعد فترة فراغ هي الأخرى وهذه هي الطامة الكبرى أنه عدد من العناصر الوطنية لدينا للأسف يعني مرة مرحلة فراغ طالت فحتى أداءها مع المنتخب الوطني ما غاديش نطلبوها يكون من أول مباراة أو من ثاني مباراة يعني في القمة وهنا فينا نقوله أنه من غادي نشاهده المنتخب الوطني بلاعبه الحاليين في عبر تشكيلة رسمية في منذ القطر بمباراة رسمية ما فيهاش أنه أنا اليوم غاني لعب ونأدي وهي مباراة ودية أولا لإثبات نفسي للناخب الوطني ثانيا لأكي يكون لي مكان رسمي داخل التشكيلة الأساسية أو حتى التشكيلة الاحتياطية وأذهب وأشارك في المونديال وأنا لهذا الشرف لا في المونديال صافي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين عندك يا إما غا تكون منتصر يا إما غا تكون منهزم ربما يحدث التعادل ولكن الكل سيبحث عن الانتصار في المونديال هذا ما قاله لوكومودريتش قال في تصريح صحفي قال جاهزون للمونديال سنعدل بالمنتخبات المنافسة بما معنى زعمة ما نقولش تصريح حارفي ولكن على العموم مباراة اليوم مع منتخب باراقواي منتخب باراقواي مشي منتخب سهل وخاي يقدر يقول لقائل في مباراة الأخيرة مع اليابان مثلا خسرة بربعاء ربح الإمارات بهدف وكما يقول لك راتعادل في تصفيات المؤهلة للمونديال مع الأرجنتين في الأرجنتين يعني ليس بالمنتخب السهل منتخب فيه مواهب شابة منتخب فيه لاعبين يلعبون في نيو كاسل وبرايتون وغيرهم من الأنديل التي تلعب وتخلق الحدث في البريمير ليك مكيش منتخب في أمريكا الجنوبية من الخمسة الكبار أو من السؤوة احتى المركز تامن صحيح في تصفيات ولكن ما لا يعني أنه منتخب سهل المناء ولكن أيضا منتخبنا الوطني اليوم أنا قلتها في فيديو آخر أنه اليوم نحن في إسبانيا سنخوض لقائين والديين مع تشيلي والباراقواي ولكن هي مباريات إعدادية نعم للمونديال ولكن مباريات تجربية صحيح قد نقول الثبات كان على مستوى خط الدفاع مثلا وعلى الأظهرة لم يغير وليد الرقراقي ولكن هؤلاء اللاعبين من مباراة لمباراة بالتايمينج اللي لعبوه باش تلعب بديل مثلا حارث وتدخل أساسي في المباراة هناك فوارق تكون لدى اللاعب هناك مجهود بدني يكون أكبر مجموعة من المتغيرات سنقرأ لكم شوية قبل ذلك نقول لكم ما قاله مدرب منتخب الباراقواي قال بأن المنتخب المغربي بإمكانه تجاوز الدور الأول لنهايات كاس العالم واليوم في اللقاء يعني وضعنا المجموعة المغربية في وضعيات صعبة صحيح حتى ركنت للدفاع حاولت اقتناص بعض الفرص كان هناك تألق لحارس المر ما حصلت على كرة ثابتة أكثر من المنتخب الوطني كراتك الركنية أو ضربات الركنية كانت أكثر عددياً ولكن على مستوى التهديد يعني لم يكن ذلك التهديد الكبير لا في شوط المباراة الأول ولا في شوطه الثاني نشوفوا إياكم بعض التدوينات التي خرجت لمجموعة من الزملاء الأعزاء عبر صفحاتهم على الفيسبوك وفيها كل إنسان رأى المباراة بمنظاره الخاص وعطى رأيه الخاص وتطرق لبعض الأسماء وأيضاً قدم ربما قراءته للمستقبل نبدأ قراءة التدوينات بالزميل في قناة الجزيرة حمزة الراضي حمزة قال بالنسبة ليونس بالهندا مع احترامنا لإمكانياته وما قدمه للمنتخب المغربي لكن ربما فاته القطار رأيه يحترم يونس يعني سنواته الأخيرة كانت في الدوري للتركي أضان سبور حالياً يساعد فريقه فريقه على ما أعتقد متصدر الدوري التركي كم دقيقة لعبة مع المنتخب الوطني التغيير كان ربما في دقيقة الرابعة والستين لا أعتقد بأنه فترة كافية للحكم على الرجل ولكن هناك تنافسية على مستوى المركز الذي يشغله يونس بالهندا هناك تنافسية بالنسبة للتشكيلة فقط للتذكير يعني المنتخب الوطني مطالب على ما أعتقد في منتصف شهر أكتوبر بإرسال تشكيلة موسعة للفيفا يكون فيها أربع حراس تتجاوز ثلاثين لعب ولكن التشكيلة التي ستذهب لمونديا القطر بشكل نهائي فيها ثلاثة حراس هي التي ستكون في 14 نوفمبر فبالتالي هناك متسع من الوقت لوليد الرقراقي بعد عودة اللاعبين لأنديتهم وقد يحكم على كل على حدة يعني على مستوى كل لعب على حدة الحمد لله سيكون هناك متابع لجميع العناصر منه من الطاقم التقني المرافق له وحينها سيقرر سيقرر بناء على تطور مستوى كل لعب على حدة اليوم شاهد كل إضافة ممكن يقدمها أي عنصر من اللائحة الموسعة التي تم استدعائه لخوض معسكر إسبانيا سننتظر نشوفه وربما هذا الرأي يعني كين كومنتير لحمزة في صفحته أحد الأشخاص قال له ما عنديش الاسم مكتوب طريقة شكل ربما 25 دقيقة غير كافية للحكم عليه وهذا ما أخشاه على حمد الله إذا عاد للمنتخب هذا ما قاله أحد الأصدقاء حمزة على صفحته كريم الدهبي صديقنا وزمينا الإعلامي يقول وليد الرقراقي عارف عليش داري مش كون حافظ النشيد من غيره وجود بوفال وحارث معا على أرضية الملعب يقتل ريتم المنتخب عليش نصيري الجواب بين اليوم زياش من الملعب على أول ما عرفتش الكلمة حمد الله هالعار بركة علينا غير زياش وجود بوفال وحارث قلناها أنه وليد حتى هو قاله في التصريح والقناة الرياضية أنه حاولنا اللعبوا بعشرة ولكن ما استقاش لأنه ما لعبوش بها بزاف وما كانش الوقت لتأقلم مع هذا الإيقاع وأعتقد أنه في منتخب كين أظهرة قوية بحال نصير وبحال حكيمي يعني وغادي يعطيك فرصة لتنويع اللعب وشفنا يعني عدد من التزديدات اللي تمت من بوفال ومن غيرهم ولكن للأسف لم يوفقوا حتى زياش حاول 14 تزديدة كان عنده اليوم أو 14 تثمرين على ما أعتقد عدد من التزديدات المؤطرة وضرب القائم وكان عنده يعني شبه هدف محقق وعاودها في مرة ثانية ولكن ما كانش الزهر ما علينا الأستاذ محمد عمور المدير في قناة بين سبور قال في الطريق الصحيح نوعا ما ما الفارق واضح مقارنة بالمرحلة السابقة في الرغبة والحماس والإقاع الجودة حاضرة إنما لست أدري مثلا ماذا يفعل بالهندة في المنتخب ومع كل الاحترام لمسيرته ولكن حضوره لن يضيف شيئا ولن يكون سوى على حساب لاعب وعد يحتاج لدقاء أكثر للتطور لا سيما أن لدينا لاعبين جيدين في وسط الميدان من الجيد أن تنهي مباراودية محبطا لكي تعلم أنك لست جاهزا بما يكفي كلام منطقي أيضا هناك قراءة ربما لمستوى بالهندة وما قدمه في مباراة اليوم أعتقد أن كان على المنتخب الوطني تذوق طعم التعادل ربما حتى الهزيمة لنرى ردة الفعل لا أقول يعني إحنا كنا نتمنى ويكون انتصار على البراقواي ولكن إلا كانت الهزيمة مفيدة لما لا كنا يعني حتى لو حدث سيناريو تشجيل هدف السبق من طرف منتخب براقواي كيف ستكون ردة الفعل المستوى النفسي مهم جدا في المونديال في كرة القدم بشكل عام أنه نشوف ردة الفعل ديال اللاعبين ديالنا ويش غيكون تماسك ويش غيكون إصرار ويش غيكون نفس العزيمة للعودة الإقاع البدني ويش غيساعدهم من حاحة الانفعال بعد تسجيل هدف مثلا للبراقواي ونحن نعلم أن يعني الملعب هناك في إشبيليا كان مملوء بالجماهير المغربية يعني بحل لعب على أرضك وجماهيرك وهذا السيناريو صدقوني سيتكرر في قطر وسيكون هناك يعني جماهير من الجالية المغربية من المغاربة العالم من مغاربة الوطن كل شيء غادي يمشي باش يساند المنتخب الوطني وبتالي هذه الأجواء يعني مرشحة لكي تتكرر هناك فمعلينا السيناريوهات ما خدماش بزاف منها لأن الوقت لا يرحم ولأن وليد يعني ليس لديه متسع من الوقت تواريخ الفيفا مبارتين وديتين ولكن معليش هذه النتيجة ديال التعادل ما حققتيش انتصار مريتي ببعض المراحل ديال الفراغ هدد مرماك لأعبي شفنا تقلق ملفت لياسين بونو وبالتالي هذي اختبارات مهمة جدا قبل كأس العالم نشوفو إلا كان بقي عنا تعليقات أو تغريدات عنا ناسي محمد بوسفور أيضا قال سبحان الله نصيري وولدنا خاصنا نصبرو عليه بشي يرجع المستوى وحمد الله معه الله الديب حلال والديب حرام لم يرغب الرقراقي أن يحرق نصيري قدام باراقواي حيث تعزيز غالي وغادي القطر غادي أنا غادي نشوف معاكو تحليل يعني لتصريح وليد الرقراقي قراءة فيه أيضا فيما يخص نصيري ولكن ليس الآن خلونا نتحطو على مزال على المنتخب الوطني خلاصات هذا المعسكر في إسبانيا وليد قال نتمنى أن نواجه خصم آخر وناخد مباراة ثالثة معرفتش هل هذا ممكن أم لا غادي ننتظروا ونشوفوا بعض الأخبار اللي خرجت في مجموعة من الصفحات وفي يعني عدد من الحسابات الدولتها عاجل القجاعي يتدخل واستدعاء مرتقب لحمد الله إلا كانت هذه القضية ستكون أقولوا لنا عاود ثاني على شكة هدروا على حمد هذا حديث اليوم الكل يقول بأن رأس حربة في المنتخب الوطني لا يوجد يعني رأس حربة بمعنى لاعب مهاجم صريح العناصر اللي أدت حكم على مستوى نصيري في المباراة الأولى خاطت ستين دقيقة ربما لم يكن هناك نجاعة وهناك مرحلة فراغ يمر منها اللاعب ماي اليوم ضيع مجموعة من الفرص على قلتها لكن مشي سمحوا لي مشي رأس الحربة اللي غيواجه دفاعات كرواتيا أو بلجيكا أو كندا أو في حالة تأهل لدور الموالي مشي إنقاصا من اللاعب ولكن مايين قدرون نبنيه عليه هذاك الشي اللي قال وليد في حق نصيري يقدر يكون يصلح لي ماي إنه نبنيه عليه ويكون معنا في 2024 في كأس الأمم الأفريقية كلام سليم ولكن في كأس العالم تحتاج للاعب جاهز مئة في المئة لاعب مغامر لاعب من نصف فرصة يسجل لك هدف أنا ما كان قولش إنه أنا مشي ونسجله عشرين هدف إيطال يدت المونديال في 2016 وخمسة أهداف كان لها أقوى دفاع ومشات في النهاية مراكلات الجزاء واخد من وراها كانفار والبالوندور مهم ولكن عليك أن تسجل الأهداف في كأس العالم لابد أن يكون لك مهاجم قناص من الطراز العالي وليد لعب بارما من مبارتين وديتين إلى المونديال وتحملوا هذه المسئولية من الصعب بما كان نصيري قلنا مرحلة فراغ وسنعود للتصريح وليد مايي أقولها بملء فيه ماشي جاهز ماشي جاهز ليكون مهاجمك الرئيسي الأساسي اللي تعول عليه أن نعود ونلعب بدون مهاجم صريح ونعول على أناحي ونعول تارى على سفيان بوفال ونعول على تحركات حكيمة ونعول على تسديدات زياش ونعول على بونو يخرجي مركيا بالرأس صدقني منتخبات عالمية من حجم بلجيكا وكرواتيا اللي تعطيك هذه الفرصة وين أعطتك فهذا يكون نصيبك يعني مئويا خمسة عشرة في المية عشرة في المية ما غاديش تمشي تعطيك فرصة أنك تتقلق في المونديال أنا ما كان أقولش أنه أنه كان صعب الأمور على وليد ولكن كنقول أنه منظومة هجومية للمنتخب الوطني الأسماء الموجودة يعني منحت فرصة وفرصتين كانت مع وحيد خليل وزج ولكن الحصيلة في السنوات الأخيرة لا تؤهلهم على مستوى خط الهجوم أقول أن يكونوا وحتى الكعبي يعني اللي ملعبش مع احترام الشديد له كنقول على مستوى كأس العالم فهذا كله سيبقى يعني رهين قرارات المدرب وليد الريقراقي هو حر في اختياراته ولا أحد يتدخل في من سيلعب ومن سيلعب ومن سيكون في التشكيل الأساسي وهنا لماذا قلت أنه مسألة حتى العنوانة بأنه الاقجاع يتدخل هنا الاقجاع ربما يحط راسو في مأزق لأنه إلا قالوا أنه هو اللي تدخل بشيرجا حمد الله يقولون أن الرجل كرئيس جامعة يتدخل في اختيارات وليد الريقراقي البشرية وذلك الساعة يقدر يقوله هو اللي كان ما بغيش حمد الله يعني غادي ولي نقاش آخر دعونا نشوفوا إياكم مقالة هو اللي تدخل حول سيري تصريحه اللي كان قبل مباراة البراجوه يأخذ تقف النفس نقول لأبدال رجال باشي فهمها أن سيري كان يبقى ولدنا فرحنا ملكا كي مركة البيوت في السيفي أي واحد كان فرحان دابا كي دوز واحد الوقت اللي ماشي سهل ولا يستهل لعاب غي لعاب ولا ما يستهل مغديش لعاب حكا احنا غنشجعوا وغنعونوا هلش في حالي قولت ماشي اسبانيوليين غي عونوا المغاربة وحنا قصنا عونوا ومن بعد الساقساني واشغ يمشي الكاس العلام ان شاء الله غيمشي ويمركو لله غنعونوا هلش الولد مازال عنده جربة على الفتور ماشي واحد اللي عنده 30 سنة ولا 32 غنحتاجوا وان شاء الله يمكنوا ولي غير ربحنا في كاس أفريقيا في 2014 خصنا عونوا غن تعونوا وانا هلش في حالي قولت والبلاد دي ما غنعونوا بالحق توقص يخدم وغسو يعاون راسو باش ان شاء الله يكون في مستوى حق لي مهم احنا اولا بغنا نكونوا عائلة بعد احنا كم عربا خصنا عاونوا خصنا نعاونوا وغيمشي المونديال هنا ربما فهذا الشق قد أقول بأنه وليد خانه التعبير أو أخذته يعني عزته بالإذن مشام متحمس أكثر لأنه ربما تابع وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن النصيري يعني ضد التنمر ضد الإساءة لهذا اللاعب بغيت أولا كرهته قيمته السوقية 25 مليون يورو هداف في الويفا في اليوروباليغ وفي الدوري الإسباني قدم مستوى رائعة جدا مع أشبيلياء كان هناك حديث عن مفاوضات مع أندي إنجليزية يعني الدر لمع نجمه ما محتاش أنه الواحد يدافع عنه ولا يمشي ينتقده وربما ذلك الذي يقدم الانتقادات ولم يصل حتى للمرحلة التي وصلت إليها نصيري على مستوى عالم كرة القدم ولكن المشكلة اليوم أن الوقت لا يرحم وأنا إذا كنت سأراعي وضعية نصيري وأسنحه مقعد في الطائرة المتجهة إلى قطر وأقدم له هذه الضمانات اليوم التصريح يخص نصيري فقط طيب ماذا عن اللاعبين الآخرين الكل سيفكر سيرحل معك أم سيبقى التشكيلة التي ستذهب للفيفا يوم الرابع عشر من نوفمبر يعني خاصة تكون مقتصرة على اللائحة المحددة سلفا من طرف الاتحاد دولي لكرة القدم كان يفضل من وليد أن لا يصرح بأن هذا اللاعب سيكون معنا في المونديل ويقول لك لا نحن لازم ندعمه بالفعل خاصة يلقى الدعم من وطنه الوطن اللي أعطاه وخاصة لا الإعلام لا الجماهير لا الإطار الفني ولكن إن لم يكن له مكان في المنتخب سنشجعه معنويا ونقول له اجتهد مع إشبيليا ونعود للمبدأ الأساسي الذي تحدثت عنه أخي وليد في الندوة الصحفية التقديمية ألا وهو التنافسية من سيتمتع بالتنافسي ويقدم الإضافة للمجموعة مرحبا به مشي من سيمر في أزمة خانقة في مستوى هالكرويسة أمنحه فرصة ذهبية للمشاركة في المونديل وأعول أن يكون هدفا لفيك أسلمان أفريقي التي ستأتي بعد سنتين المغاربة سينتظرون ما سيقدم المنتخب الوطني بعد شهرين مشي أن نحتضن عنصر من العناصر ولكن في نفس الوقت إن كان هذا هو المبدأ طيب في تشكيلة البشرية هنا ساعد العبد الرزق الحمد لله هناك من بقي في مقاعد البودلا وهناك من شاهد اللقاء من المدرجات أي أنه لم يخذ معك لا لقاء تشيلي ولا لقاء البراكواي طيب إن كنا بهذه العواطف الجياشة نحتضن انصيري وآخرون ونقدم فرصة ذهبية لبلهندة ونعيده للتشكيلة للمنتخب الوطني ونختبر قدراته مع المجموعة ونقدم فرصة لهذا وذاك ونحافظ على مايي ونحافظ على هذا العنصر ونختبر صابيري ونأتي بوليد من بارما اقتصرت الأمور على عنصر واحد الذي هو يتألق ويلمع في ناديه نتحدث عن عبد الرزاق حمد الله وإن كان كما قال زميلي خالد ياسين ونتفق معه وقلت لكم في ذلك الفيديو ما بغيش نهدر وليد وضع حمد الله في التشكيلة وضعه في التشكيلة التي تمت الملادات عليها لخوض معسكر إسبانيا أولا في المغرب ثم الرحيل لإسبانيا هذا ما يعني يبعث على الشك لذلك نريد أن يتم حسم الأمر وأعتقد بأنه ماشي ماركي 18 بيت حمد الله كما قلت سي وليد يقدر يكون يقدر ما يكونش واحد من ماركيش 18 شهر ويكون يعني هذه الأمور التي ربما تقلق بال المغاربة أما نحن لسنا مع حمد الله أو زوران أو ماريو أو نسيري إحنا ما يهمنا هو مصلحة المنتخب الوطني ونقول بأن لدينا خصاص في خط الهجوم وإن كنا سنحتضن وسنقدم المشاعر الجياشة لعنصر في سبيل أننا نجعل آخر في الثلاجة هذا أمر خض من مناصر من مشجع غير مقبول غير مقبول خصوصا أن الفرصة لم تمنح نحكم الناس عن بعد ونقدم أحكام مسبقة لأنهم فاشلون أو لن يقدموا الإضافة أو لن ينصهروا في المجموعة وهنا سأعود وأتمنى أن لا تكون هذه العقدة لازالت حاضرة في منتخبنا الوطني وسأختم هذا الفيديو أنه حين يكون عنصر وإن تألقت ولمعت مع الوداد والرجاء أو الاتحاد الطنجة أو الكوكب أو حسنية أقادير أو آسفي أو الجيش الملكي قد لا تجد لك مكانا في المنتخب الوطني وبمجرد أن ترتدي قميص نادي فرنسي أو بلجيكي أو هولندي أو إنجليزي على الأقل تخوض مع المنتخب ونمنحك تلك الثقة وإن كنت تستحق تلك الثقة وأنت مع الوداد أو مع الرجاء أو مع غيرهم الأندية الوطنية لأننا ماذا نقول في الذهن أوه تاقو فيه الإدارة التقنية ديال نادي إكس في فرنسا باش ما يتفهمش هادرتي على شي لعاب حيث ديج هادرت في هذا الموضوع على شي لعاب وأعطيته بالإسم قلت لو لم يكن في بطولة وبقية مع نادي كذا ولم يبرز في الشام لمس تدعية للمنتخب ولكن حين رحل أصبح اليوم أساسي في المنتخب هو برأسه تقلق اللعاب وأنا كنقول الحقيقة لدينا واحد الحقرة تجاه المنتوج الوطني اليوم بعض اللاعبين الحمد لله كينين في المنتخب لأنهم يستحقوا ولكن والله صدقوني يا جماهير لو لم يرتدوا قميص هذا النادي الأوروبي أو ذاك لما كانوا في المنتخب أتمنى أن تكون هذه العقدة قد انتهت ولا أحد يزايد ويقول هذا يلعب في الخليج العربي وذاك في تركيا والآخر في الدوري الفرنسي أو الدوري الإنجليزي لعبي الصف الأول في المنتخب معروفين زي ياس تشيلسي نصير في بايار وأشرف في بي أس جي يعني معروفين معدودين ما تبقى من مستويات متقاربة وأندي متقاربة في المستوى وفي زمن ما كنا نستدعي ست لعبين من الخليج العربي وكانوا هما العامود الأساسية والعمادة الأساسية للمنتخب الوطني الأحمدي كان يلعب في اتحاد جدة بن عطي كان يلعب في الدوري القطري واستدعينا مبارك بوصوفة في فترة من فترات كان يلعب في الإمارات واستدعينا كانوا عندنا ثلاثة ربعة خمسة ستت لعب كلابوا في الدوريات الخليجية وهدرنا على مسلسل رونار وماذا قال بعد أن وجد أن نصف المنتخب أصبح في الخليج العربي ولا نستهين بدوريات الخليج العربي تونس كانت كتعيط على المساكني من بطولة خليجية ويقدم أداء أفضل من لاعبين يلعبون في أوروبا خليونا من هذه الهدرة مقارنة لا تجوز إن كان عنصر وخي يكونك يلعب في الدوري الياباني ولا الكوري وغير يقدم الإضافة للمنتخب الوطني مرحبا بي نريد العدالة في كرة القدم ونتمنى إن شاء الله تكون لا أدافع عن أحد ولكن المسألة مسألة مبدأة أن تطبق المعايير سواسية على الجميع إن كنا سنختار وننتقي سبحوا لي السلام